السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله متابعين في موقع إلكتروني معكم محمد البسيمي واليوم راح أقدم لكم استعراض ولمنتج جديد إن شاء الله يجبكم Logitech K820 عبارة عن لوحة تحكم لاسلكية عن طريق البلوتوث لوحة التحكم تصميمها أنيق جدا والجسم الخارجي لها مصنوع من البلاستيك ومن المعدن واللي يزيد من جمالية لوحة التحكم أن الأزرار الخاصة فيها تحتوي على إضاءة خلفية وهذه الإضاءة راح تتعدل بشكل تلقائي حسب الغرفة اللي أنت فيها سواء كانت مظلمة بشدة أو مظلمة بشكل خفيف وأيضاً تقدر تتحكم أنت بالإضاءة الخاصة بالأزرار عن طريق الكيبورد نفسه لوحة التحكم ما تحتاج لأي بطاريات خارجية كل اللي عليك تسويه أنك تشبك الكيبورد باليو اس بي عن طريق فتحة خاصة وتقدر تشحنه بعد ما تشحنه راح يستمر يشتغل معاك لمدة عشر أيام هذا إذا خليت شغال طول الوقت أو تقدر تطفيه عن طريق زر التشغيل والأطفاء اللي موجود على الجنب بحيث تقدر توفر البطارية ويستمر عليه معاك أكثر من عشر أيام من الأشياء اللي تخلي هذه اللوحة مميزة جداً أنها متوافقة مع عدد كبير من الأجهزة نتكلم عن ويندوز 7 ويندوز 8 حتى في زر ويندوز الخاص موجود على الكيبورد ويضم متوافقة مع الآيو اس ومع الأندرويد ومع الماك حتى نقدر نشوف في زر هوم هذا للاستخدام مع أجهزة التابلت أو الأجهزة المحمولة اللي تحتاج إلى زر هوم بالعادة وفي ميزة ثانية ممتازة جداً في هذه اللوحة وهي ميزة أنك تقدر تخلي الجهاز متصل مع ثلاث أجهزة في نفس الوقت بالعادة ما تقدر تسوي بلوتوث بيرينج إلا مع جهاز واحد للوحات تحكم الأخرى هذا تقدر تسوي بيرينج مع ثلاث أجهزة مختلفة وعن طريق أزرار بلوتوث موجودة على الجهاز تقدر تحول بين الأجهزة الثلاثة وتشيل معك الكيبورد وينما رحت أتمنى كل السعرات السريعة أعجبكم هذا الجهاز والكيبورد لتحكم أكسسوار جميل تقدر تشيله معك تستخدمه مع أكثر من جهاز أو تشاركه مع ناس ثانين داخل العائلة معك ممكن تعطيه يعني ميزة أنه يتوافق مع ثلاث أجهزة في نفس الوقت وتقدر تغير بينهم بزر وطبعاً يستخدم بلوتوث سعره ما تحدد للحين لمنطقة الشرق الأوسط لكن موعد السعره رح يكون نهاية هذا الشهر سعره الأمريكي اللي المهتمين هو 100 دولار يمكن يكون غالي شوي يعتبر يعني راقي ويقدم ميزات متقدمة على بعض الكيبوردات الثانية أشكركم لمتابعة ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى ناس سلام